عاشوا الحقيقة على عواد عواد انتقضنا كتير النهاردة كان من الايام الجيدة العواد يعني النهاردة معانا سريعا كده برضو كورتين في منطقة الخطورة عواد تصدى ليهم نعرضهم يعني منهم كورة كانت قريبة جدا باك باص المميز في فريق دريمز سريعا بس كده دي احد الكورات وفي الكورة دي كمان ممكن يعني هيظهر تعليمات جميز لو الناس تفتكر مش هنعرض الفيديو بس الناس تفتكر تعليمات جميز لان تغطي واللعب كلها ترجع ده زيزو ده زيزو انت تتكلمت عنها يا كريم بشكل كويس ان زيزو ومحدش يقولون بس انا بقولك ان تعليمات جميز ان احنا نلعب جوحدة واحدة وان اللعب اللي غطي ورا عمر هنا جميز هو اللي كان مع انطوي فنكمل هنا عواد تصدى للكورة دي وكانت احد الكورات الخطيرة بس يساعدوا فيها تواجد زيزو وبعدها في واحدة بقى اخطر كمان بكتير لاكت في نهاية الشوط الاولاني هتلاقي باك باسة لعب من لعب دريمز لحد جاي من وراء من الخلف وكان لواحده لا هي التانية طلعت اوتا يا شاكر يعني هي دي الاولى كمان خليفة كان بيزاع النهاردة اللعب كتير الله عليك بقى عشان اجايبها انت حبيب يا شاكر احنا يعني ايه ده كان بيزاع لدونجة ده فكرة انه صحي ومتفاعل مع اللقاء عواد لي الي بتكلم عليه النهاردة علشان احنا انتقدنا كتير فلعيب الكرة لازم يعرف ان الناس اللي بتنتخدك هي الناس اللي هتشيد بيك هو كل الناس اللي بتتكلم في الكرة عايزة دايما لعيب الكرة في افضل مستوى في اليوم السيء برضو الانتقاط بيبقى عن طريق ان انا حشولك عليه عشان تصلحه في اليوم الجيد النهاردة عواد كان من الايام الجيدة ليه فيستحق ان احنا نتكلم عليه لانه هو قدم مباراة جيدة طيب حد عايزه لحياتينا على الزمالج عشان اروح للفاصل وارجع للاهلي اقول بس اجابة ان شحاتة تأثيره كان كبير جدا وافضل تغييرات الزمالج في اللقاء شحاتة كان ليه تأثير كبير جدا على مجريات اللقاء ارقام الفريق الزمالج ممكن لو تتعرض سريعا اوكي هتلاقي محاولات دريمز في نهاية الشوت غير خلط في الشوت التاني سريعا نعرض امتلاك الكرة للزمالج ده محاولات الزمالج نفسها دادت جدا في الشوت التاني نعرض اللي بعدها هتلاقي امتلاك الكرة لعيب خط النص ده من اهم حاجة امتلاك الكرة للزمالج في الشوت التاني اللي هو باللون الرمادي واضح انه حسن جدا في الشوت التاني عدد بساطة الزمالج اتضعفت كل شيء في الزمالج في امتلاك الكرة ساهم فيه طبعا النتيجة لكن شحاتة كان مماز جدا اللقطة دي كافينات الشوت الاول اتقطعت من زياد كمال واعتقد ان هي سبب من اسباب تغيير زياد كمال اللي كان مش موفق النهاردة نتمنى له التوفيق لانه ليس في بداية مشهوره مع الزمالج وده اول لقاء يبدأه اكيد ما كانش في افضل حالاته لان اللقاء كان صعب بالنسبة له اجواء افريقية لكن علي ان يتعلم من اخطاؤه اللعب في الزمالج والاهلي صعب الفرصة ما بتيجي رقام شحاتة بتتميز ميزة هو من اكتر العبين اللي حصلوا وقطعوا الكرات رغم ان لازل في الشوت التاني متواجد في اللستة يعتبر ثالث او رابع لاعب قطع الكرات رغم ان لعب الشوت التاني بس فدي شهادة جودة النهاردة شحاتة كان من نجوم الشوت التاني وكان نقطة تتحول في الزمالج كده خلصت اللي عمدي هل وارش